الأطفال يترقبون متى سيكون القصف يسألون عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدنا حالة من الفيديوهات المنتشرة للأطفال الذين يشاركونها وهذه حالة جيدة جدا وبإمكان استثمارها عبر الإعلام العربي والإعلام الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان هؤلاء الأطفال الذين يخرجون ليرصدوا ويوثقوا ما حصل لهم وما يحصل لهم بشكل مستمر سواء في العدوان أو في الترقب وحالة الخوف ومنعهم من الذهاب إلى مدارسهم على سبيل المثال منعهم من التنزه ومنعهم من ممارسة أبسط أنواع الحياة الكريمة لهم الشبان أيضا المحرومين الآن من التوجه إلى أراضيهم الزراعية وإلى أماكن عملهم فبالتالي حركة الحياة جميعها شلت بفعل وأوامر الاحتلال الإسرائيل إذن يبدو أن هناك سلسلة من الانفجارات في هذه اللحظات على ما يبدو إذن في المناطق الشرقية أيضا لمحافظة الشمال